اشتركوا في القناة ضيفنا مستشار توظيف والتطوير المهني أستاذ عبدالعزيز أهلا وسهلا فيك أستاذ عبدالعزيز أهلا وسهلا خيئك الله وهذا الشرطي تواجد الله يحييك يا رب وأهلا وسهلا فيك أنا دايما بشوف من تحديدا مستشارين توظيف نقاط حول موضوع السيرة الذاتية بداية ما الخطوات يجب قبل ما ندخل بموضوع السيرة الذاتية ما الخطوات يجب على باحة العمل قيم بها قبل التقديم على فرص العمل طيب أهو شيء للأصد في تقطيع شوي لكني أنا فهمت مجبرا السؤال بالنسبة للأشياء المطلوبة في كثير من المرشحين يغفل عن في شيء مخارطة الطريق عدم وجود هدف للباحث عن الفرصة سوف يضيع عليها الوقت والجهد والمال كذلك لأنه مرة يسوي يصير ذاتية عند كل واحد وكل مرة بدين يروح مقاطلة شخصية بدين يفشل وهكذا فأعتقد أنه وجود هدف وظيفي ووظائف مستهدفة بيساعد بيساعد الباحث عن العمل للحصول على الفرصة المناسبة نعم لماذا الكثير نعم فدا فدا فبعدها لأن وجود الهدف راح يعني يسهل أشياء كثيرة جدا بعدها مثلا كيف يستعد المقابلة أو السير الذاتي أو كيف يتخصص بهذا المجال من ناحية الدورات أو خبرات وإلى خلا فعجم وجود هدف يشتف الجهود نعم طيب لماذا الكثير يرى أن السيرة الذاتية هي السبب الوحيد بالفشل للحصول على العمل وهل هي كذلك؟ معني سبس صديقة لو تعيدين السؤال ليش الكثير بيشوفوا أن السيرة الذاتية هي السبب الوحيد بالفشل للحصول على العمل وهل هالشي صحيح؟ لا أبدا السيرة الذاتية يعني تكون سبب وليس دائما ربما تكون سبب إذا كان الباحث عن العمل لا يجد أو لا يحصل على فرص مقابلات شخصية لكن إذا كان الباحث عن العمل يحصل مقابلات شخصية فهذا معنى أنه السير ذاتي عنده غالباً ما يكون فيها مشكلة لكن ممكن تكون مشكلة إذا حضروا مقابلات وما راح لخطوة لبعدها مثلاً مقابلة أخرى أو مقابلة ناعية أو الحصول على فرصة نفسها فممكن يكون عنده تحديات من ناحية جاهزية لمقابلة شخصية لكن مدام أن الباحث عن العمل يحصل على الفرصة اللي هي مقابلة شخصية فغالباً ما فيه مشكلة بالسير ذاتية ما الأسباب التي تعيق الباحث عن العمل للحصول على فرصة وظيفية مناسبة غير السيرة ذاتية نحن حطينها على جنب بس لا تعدين سؤال أنا بدي أعتذر منك بس نحن خطنا ثابت ما بعرف إذا من عند حضرتك نحن نتصل من رقم ثابت بس رح أجعل لك شو الأسباب التي تعيق الباحث عن عمل لحصول على فرصة وظيفية مناسبة طيب هي أكبر أكبر مشكلة عند الباحث عن العمل هو بعده عن سوق العمل والبعد هذا يبني توقعات خاطئة عن سوق العمل يعني أنا مثلا سبق وأشرت لأنه 73% من الباحثين 73% من العاملين في المجال الإداري في العمل الإداري يعني ليس دكتور وليس مهندس وليس محاسب العمل الإداري هو إتش آر وماركتين وغيرها 73% منهم يعملون في غير قصاتهم يعني ممكن تلقى واحد مثلا محاسبة يشتغل إتش آر أو ماركتين أو ممكن يكون طبيب ويشتغل ماركتين هذا الشيء هو فرص كبيرة على الباحث عن العمل لأنه يحصل نفسه فقط على 27% من الوظائف لأنه يعتقد أنه هو تخرج مثلا طبيب أسنان هو لازم يكون طبيب أسنان فقط حتى لو ما كان عنده اهتمام أو شغف في هذا المجال يقول أنا خلاص هذا قدري ومصيري بينما هو لا يعرف أنه فيه ممكن أنه صحح هذا المسار إذا كنت دخلت هذا المجال وما كان عندك نخيار نعم طيب كيف يحدد الباحث عن العمل عائق أمامه يعني نحن قلنا في حال قطع موضوع السيرة الذاتية لم تكن السيرة الذاتية هي المشكلة طيب من بعد كيف يقدر يحدد ما عجبون ما عنده كاريزمة منه فلكسبل كيف يقدر يعرف الواحد شو الإشارات يلي بيقدر الواحد يعرفها أحنا بالوطن العربي بشكل عام ما عندنا وعي كامل عن السيرة الذاتية ومدى أهميتها في الحصول على فرص وظيفية فمن الأشياء التي لا يعرفها الكثير أنه كل إذا أنت مستهدف مثلا عندك الشخص كل شخص خاصة لما يكون عنده خبرة كبيرة يكون عنده أكثر من خبرات متراكمة أكثر من احتمامات يعني يمكن تكونين عندك مذيعة وبنفس الوقت أنت مثلا طبيبة تسنان نعم تستطيع تشتغل الشغلات هنا هذه كلها فلذلك من المهم أن يكون عندك سيرة ذاتية سيرة ذاتية سيرة ذاتية الثرصة التي في الإذاعة والتلفزيون وسيرة ذاتية أخرى في مجالك الآخر نعم فكل ما كانت السيرة ذاتية متخصصة وموجهة للشيء المستهدف من ناحية ارتباط الخبرات من ناحية ارتباط الشهادات والدورات والمشاريع والشهادة المعنية وغيرها كل ما زالت فرصتك لحصول على الفرصة المتاحة نعم طيب هيدا حكينا عن السيرة الذاتية ما بعد السيرة الذاتية كيف ممكن أنا أخد فرص العمل يعني شو التوليفة يلي مستحبة عند الـ HR لأنه هن اللي بيعملوا معنا الـ الانتربيو الصوت كذلك نحنا حكينا بمشاكل السيرة الذاتية لازم تكون متخصصة طيب أنا قدمت السيرة ذاتية متخصصة وحصلت على فرصة للقاء الـ HR أو مسؤول إذا فينا نقول التوظيف ولكن أنا ما قدرت أخذت العمل هون شو بيكون شو بدي حسن شو الأشياء هو ما في السبب يقول أن هذا غالباً ممكن يكون يعني لو في أحد يقول لك إجابة عامة يقول أنك أنت مش جاهز للمقابلة الشخصية ما استعدت لا بسبب صحيح ممكن يكون هما شابه هو أحد أفضل منك أنت مناسب وممتاز لكن فيه واحد أفضل ممكن يكون مش أفضل بالأداء ممكن يكون أقر راتب هما الميزانية اللي عندهم ما تسمح لهم يروحون أكثر من كده نعم فأنا دائماً أقول للبحث عن العمل يروح للمقابلة الشخصية ولم يتم اختيارك ليس معنى هذا أنه أنت سيئ لكنهم هما لم يختارونك فقط هما اختاروا شخص آخر من المهم جداً يمكن أنت تكون أفضل من الشخص اللي تم اختياره كشلان؟ يمكن أن تكون أنت أفضل من الشخص اللي تم اختياره حتى صحيح وفي بعض الحين ترى ممكن تكون أنت أفضل من الشخص اللي قابل لأنه ترى في يسمعوننا الحين المستمعين وانت كذلك لابد أن يكون مرت في مقابلة الشخصية واكتشفت أنه فيه ناس في بعض الأحيان يقابلونهم هما مالهم علاقة في البزنج لا إجهاء ولا بالبزنج يعني ممكن يقابلك واحد شكرتين ممكن يقابلك واحد يعني توا وتوا متدرب حتى الآن نعم فليس كل الجهات العمل ناضجة في عمليات التوظيف نعم أسعدنا اللقاءنا معك بالرغم من التقطيع اللي صار بالخط حضرتك مستشار التوظيف والتطفير المهني الأستاذ عبدالعزيز لتواجني إن شاء الله بيكون لنا لقاءات تانية معك أهلا وسهلا فيك يا هلا شكرا